حسين العيدي إلى الرئيس وأنصاره درس أول في الصحافة قد يتناهل البعض أنه درس أول في الصحافة باش نلبس الميدة على البيضاء وعلعب دور الأستاذ ليشرح ما معنى الصحافة وكيف نكتب الخبر ونظرية المثلث المقلوب أو القرب وغيره والأسألة الخمسة والسبعة وكتب فصيلة ذيك ولكن يؤسفني أني نخيب ظن البعض ونقولهم لا الدرس الأول في الصحافة هو العودة لما المطلوب من الصحافة وما هي الخدمة التي تقدمها الصحافة للجمهور الصحافة يا محمد وصديقنا سلاح عملها ليس للحاكم ولا لمن هم في السلطة الصحافة عملها للقراء والمستمعين كم مستمع دي وانا فاهم للمشاهدين كذلك كم مشاهدين البثلحة يمتع دي وانا فاهم والقراء اللي يقرأوا موقع دي وانا فاهم ما نعمل في شهر تاو الفكرة أنه العمل عرفك هو قارك ومشاهدك مستمعك فعلاقتك بالسلطة نقص نسمع بعضنا ميسا قلت شيء قلتك المجتمع معاك يعني فهاء الاستماع معاك حرفا حرفا حسان يلعاتك ساحة خلبا مقالبة نعم دور الصحافة هو أن تقدمها للجمهوري خدماتها وليس للحاكم علاش نقوله في الكلام هذا لأنه للأسف الشديد تونس قبل الفين وحداش ولا بعد الفين وحداش تونس قبل خمسة وعشرين جويلة ولا بعد خمسة وعشرين جويلة لا تزال في نفس البوطقة الأولى نزلنا في الخطوة الأولى خطة أنه أهل السلطة الأحزاب الحكومة الرئيس البرلمان رئيس البرلمان ناب رئيس بلدية الكل يعتقد أنه الصحافة وضعت لخدمته هو بمنطق أنها تصبح بفلوف تقوم بالدعاية النزيل علاقات عامة علاقات عامة وتعسمن علاقات عامة تصبح في إطار الهندسة الاجتماعية والبرمجة نعمالك متركاج مصبح للليل بأخبار معينة بسياقات معينة فتصبح وفي ولي عندك توجيهات سيد الرئيس كانت تذكره جميع الكبار أكبر مني بتاع بورقيبة النشرة الافتتاحية لنشرة الأخبار عرفت نشاط سيد الرئيس واستقبالاته وتوديعاته مع بن علي محاولة الهيمنة من قبل النهضة محاولة الهيمنة من قبل نيدا تونس محاولة الهيمنة من قبل تحية تونس واليوم محاولة الهيمنة كيف كيف ملمشيش يسير ذكر محاولة الهيمنة من قائس سعيد وأنصار المشروع لأن هذا يجعل الصحافة تنحرف عن خدمتها ولا تقدم خدمتها للمواطن التونسي للمستمع التونسي بكل توجهاته باللي مع قيس باللي ذات قيس باللي يحب النهضة باللي يكره نهضة باللي قلبا وقالبا مع عبير موسي وقلبا وقالبا ضد عبير موسي بمن يحب المزود والقصبة ومن يحب الفن الأوبيرالي ويحب الموشحات وغيره أي أنه تقدم خدمة لكل هذا الطيف المتنوع خاصة حينما يكونوا هذه الأعلام أعلاما عموميا بمنطقة آخر أنه يتوانسنتم لتدعوا في فلوسكم ضرائب وتدعوا في أداءات للتلفزة الوطنية لتقدم لكم منتوجكم المنتوجة شفيه محمد؟ فيه الترفيه فيه التثقيف ولكن بالأساس فيه الإخبار والشرح علشان نقول لك لأم هذا التثقيف والترفيه واضحين ما عناش عالفش ناخده فاهم ولكن الإخبار الإخبار أني نخبرك بما حدث وكيف حدث ولماذا حدث وما حدث في صالحي من مثلا ناخده الاستشار علش ناخده الاستشار ناخده الفارينة اللي تقطعت في البلاد أشرح لك لماذا انقطعت نخبرك أنها مقطوعة علش تقطعت ومن يتحمس وليت القطع بتاع الفارينة وعدم أصول الفارينة وأحاسبه في إطار أن الأعلام وخاصة الأعلام العمومي يلعب دور رقابي كبير يكون في خدمة المجتمع اللي يعبر عن مشاغل المجتمع ليعكس صورة التنوع في المجتمع وليراقب من هم في الحكم جيدا الكلام هذا قد لا يعجب البعض اللي يعتبر الأعلام ما هو إلا بوق دعاية استقبل الرئيس وودع الرئيس بمنطق نتصبح زيارة رئيس دولة إلى مخبزة هي الخبر الرئيسي ونفقد البوصلة على الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي والصحي نفقد البوصلة على حوادث قد تقع ولكن نهتم بالعملية الدعاية هذه العملية الدعاية لو كانت تصلح وناجعة لفادة بن علي اللي هيمن وسيطر على الأعلام بشكل رهيب ولكنه عجزة على أنه يروش دعاية والناس التوانسة اللي في عمري واليكبر مني وحتى صغر مني بشوية يتذكروا نشرة الأخبار في 2011 كيفاش عدات المحتجين والثوار على أنهم مخربين والوصوص ومنهبين ولكن الدعاية تسقط لأنه هناك وصائد جديدة اللي هي الفيسبوك اليوتيوب كل ما يسمح لديمقراطة نشر الأخبار الأخبار الأهميتها للتوانسة الكل إنها تخبركم شنية اللي ساير وين ما شين ومحاولة الهيبنة على هي محاولة الهيبنة على مستقبلكم وحاضركم وتاريخكم وهي أفشل محاولات في التاريخ كل من حاول الهيبنة على الأعلام بأي ديكتاتورية كانت إلا وسقطة آجلا أم عاجلا درس أول لي الرئيس وأنصاره الأعلام الحر أول حاجة يقدم لك خدمة لكينتي لأنه يعبر على تنوع المجتمع ويحول دون أنه ينطيحه في ديكتاتورية مقيتة تصبح فيها صوت الواحد هو صوت الحق وتختفي الأصوات الأخرى فمعاش يكون عنا مخارج عدة ومقترحات يصبح عنا حقيقة وحدة هي أن الرئيس بخير فالبلاد بخير البلاد ليست بخير وعلى الرئيس أن يستمع لمن يختلف عنه وأول حاجة يعملها يرفع يده عن الأعلام العمومي هو وأنصاره الأعلام العمومي في خدمة الشعب التونسي وحده لا غير